هجوم حوثي إرهابي مستمر على قرية خبزة في محافظة البيضاء أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال حيث تتعرض القرية لقصف بالصواريخ والدبابات والطائرات المسيرة منذ أيام وبينما يدخل الحصار يومه الثاني عشر وجه أهالي خبزة مناشدة عاجلة للمنظمات الدولية التدخل لإنقاذ الجرحة وفتح مغابر إنسانية ودع سكان البلد الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية للتدخل لإنقاذ الجرحة وفتح معبر آمن لإدخال الأدوية في ظل الحصار الحوثي المطبق على القرية في الأثناء خرجت ميليشيات الحوثي للمرة الأولى في تبرير هجومها على سكان خبزة في البيضاء بالزعم وجود عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي وهو ما تنفيه القبائل التي تؤكد بالمقابل تحالف الإنقلابيين مع التنظيمات الإرهابية وكان زعيم قبائل قيفا في البيضاء أحمد سيف ناصر الذهب قاد وساطة قبالية لإيقاف الحصار والعدوان الحوثي على سكان بلدة خبزة وذلك بعد نكث الميليشيات اتفاق سابقا مع القبائل في البلدة المحاصرة واضحت مصادر قبالية أن الميليشيات الحوثية نكثت الوساطة من جديد وشنت هجوما عنيفا على القرية عبر القصف المدفعي في السياق وجه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة إلى التدخل العاجل لإغاثة سكان بلدة خبزة المنكوبة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية كما أبلغت الحكومة اليمنية من جانبها مجلس الأمن بخروقات ميليشيات الحوثي التي استغلت الهدنة الأممية في فرض حصار قاس على بلدة خبزة في محافظة البيضاء